امطار غزيرة ورياح عاتية عاصفة لان تضرب غرب اليابان والسلطات تدعو للحضر قبل البداية ادعوكم للاشتراك في القناة والاعجاب للفيديو ليصلكم كل جديد وصلت العاصفة الاستوائية لان صباح الثلاثاء الى غرب اليابان مصحوبة بامطار غزيرة ورياح عاتية وحضرت السكان من فيضانات متوقعة وانزلقات ارضية هطلت امطار غزيرة على جزيرة هونشو الواقع غرب اليابان بعدما وصلت اليها العاصفة المدارية لان صباح الثلاثاء متسببة بارتفاع منسوب الانهار واثارت مخاوف من حدود انزلقات ارضية بعد خضية من اعصار الى عاصفة وصلت لان من المحيط الهادي قرابة الخامسة صباحا مصحوبة برياح عاتية عاصفت باوسكا وكوبي والمركزيين التجاريين في طريقها نحو الشمال وذكرت وكالة الارصاد الجوية اليابانية على منصة التواصل الاجتماعي اكس تويتر سابقا تجاوز اجمال هطول الامطار بالفعل معدل الامطار الشهري المعتاد لشهر اغسطس ام في بعض الاماكن في المناطق الوسطى والغربية ودعت الوكالة في بيان السكان لنحضر من الامطار الغزيرة والرياح العاتية واعيد التيار الكهربائي الى معظم انحاء سبع مناطق متضررة مع بقاء نحو خمسة عشر الف منزل من دون كهرباء حتى بعد ظهر الثلاثاء وفق الشركة الكهرباء المحلية وجرفت الامطار جزءا من جسر المشاف في كيوتو وادى الحطام المتطاير الى توقف قطارات الركاب المحلية وكانت السلطات علقت رحلات القطارات السريعة ومئات الرحلات الجوية ولا سيما تلك المتوجهة او المغادرة من اساكا وافادت وكالة انباء كيوتو ان نحو ستمائة وخمسون شخصا اجبروا على البقاء ليلا في مطار كانساي الواقع على جزيرة اصطناعية في خليج اساكا بعد ان قطعت العاصفة الطرق وخطوط السكه الحديدية واصدرت الحكومة المحلية تعليمات اخلاء غير الزامية لأكثر من 237 الف شخص وبخاصة في اوكياما وكيوتو والعاصمة القديمة نارا وطلبت بلدة في منطقة هيوكو من سكانها البالغ عددهم قرابة 16 الف نسمة الانتقال الى اماكن اعلى بسبب فياضان احد الانهار ويتوقع ان تتجه العاصفة بنهاية يوم الثلاثاء الى بحر اليابان وان تجتاح الساحل وتضرب في لادي فوستوك والشرق الاقصى لروسيا الى هنا احبتي لا يسعلي الا ان اذكركم بالاشتراك والاعجاب هذا يساعدنا كثيرا ودبرا جميعين جميعين شكرا